موسيقى الحمد لله و أصلي و أسلم على سيدنا و مولانا و رسول الله سر الأسرار و نور الأنوار و أستاذ الأبرار و معلم الأخيار و سيد الأطهار بلغ العلام بكباله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه و آله مولا يصلي و سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق و ليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يشرح لي صدري و يسر لأمري و حلو العقدة من لساني يفقى و قولي أهل و سلام بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتسالون أسأل الله سبحانه و تعالى أن يسطرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليه اللهم من يا رب العالمين و لكن أقول يا سيدي يا رسول الله أرج الحديث بسيرات المختار و تعطرب بمديحه أشعاري يا سيدي لم ألف غيرك من يجيب إذا دعي أو من يقيل إذا زللت عثاري فامدد يمينك بالعطاء و بالمنا و أحب الفقير بفيضها المضرار أنت الذي ملأ الوجود بجوده و الجود بعض خلائق المختار فاللهم صلي يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا و تستر بي عيوبنا و تحقق بها في مرضاتك آمالنا و تردى اللهم عن أهل بيت نبينا و عن من سلك المنهج و تبع الطريق و بعد أهلا و سهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد دائما من برنامجكم المسلمون يتساءلون أسأل الله سبحانه و تعالى أن يشرح صدورنا و أن يسطرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليه و أن يرزقنا حسن الخاتم اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا بنا نسير كما عودناكم لنجيب على الأسئلة التي ترد إلينا و لكن قبل أن أجيب على هذه الأسئلة التي ترد إلينا لابد لكل إنسان أن يفهم أنه في هذه الدنيا الله سبحانه و تعالى خلقه و أعطاه هذا العقل ليميز بين الحق و الباطل و بين الصحيح و السقيم و بين الخير و الشر و بين النور و الظلمات فالعقل نعمة كبيرة جدا لا يدرك قيمة هذا العقل إلا فاقد هذا العقل لا يعرف قدر هذا العقل و هذه النعمة إلا إذا نظرت إلى من فقد هذه النعمة و لذلك دائما و أبدا أقول لكل إنسان إذا بليت أو إذا أصبت بمصيبة أو بنحلة أو إذا أصابك هم أو غم فتذكر دائما فضل الله سبحانه و تعالى عليك و أعطاء الله سبحانه و تعالى لك تذكر دائما و أبدا أنك في هذه الدنيا لا تكن هذه الدنيا تسير كما أنت تريد لا و لكن الله سبحانه و تعالى قال لقال خلقنا الإنسان في كبد و الله سبحانه و تعالى بيّن لنا أن هذه الدنيا لا تأتي إلا بالعمل إلا بالعمل ولذلك العمل يستوفيه الذكر والأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طب إيه القضية مولانا القضية أن كل إنسان لابد أن يتعب أن يكتهد أنه يجاهد أنه يصابر ولابد لكل إنسان أن يصبر على الابتلاء والبلاء ولابد لكل إنسان أن يكون له طريق وهدف يصل إليه ومن خلاله ويتخذ كل الطرق والسبل ويترك النتيجة لله رب العالمين لكن لابد لكل إنسان أن يفعل أن يكتهد أن يذاكر أن يعمل أن يبذل كل ما في طاقته وما في وسعه إنما أن يتكسل الإنسان ويكون لديه خمول ويكون لديه ركود ثم بعد ذلك يقول يا الله لا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا والله لا يستوياني أبدا قل هل يستوي الظلمات والنور لا لا تستوي ولا يستوي ولذلك على كل إنسان أن يكتهد هدى حتى يلقى ما بيّنه الله سبحانه وتعالى وما أعطاه الله سبحانه وتعالى دي مقدمة قبل أرد على هذه الأسئلة أردت أن أنا أبينها لحضراتكم لأن كتير جدا مننا بيغفل عنها لكن الأصل لابد أن نحن نكون يعني حطين نصب أعيوننا ونظرنا إلى هذه يعني الحياة نظرة إنها ليست حياة سعيدة وإنما هي حياة لابد فيها من الإبتلاء والاختبار والامتحان الزجن في الحياة العملية إنسان لو عاوز ينجح لازم أن يذاكر أو في مدرسة أو في جامعة أو في غير ذلك كذلك الدنيا الله خلقنا ووهبنا للجنة ولكن جئنا لهذه الدنيا لكي ندفع ثمن هذا والثمن هنا لا يأتي إلا بتعب بعناء وما أعظم وأفضل أن يأكل الإنسان من عرقه ومن جده ومن تعبه أما أن يكون الإنسان متواكلا على الناس هذا لا يرضي الله ولا يرضي سيدي ومولايا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعود حميد إلى هذه الأسئلة التي أرسلتموها إلينا لنجيب عليها عبر صفحتنا وصفحة المسلمون يتساءلون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك في حضراتكم أو عبر الرسائل التي تأتي إلينا معنا سؤال أول سيدة تؤى بتقول يا مولانا أنا كل ما بتقدم لأي شغل بيحصل نصيب فهل ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى علي ولا ممكن يكون بسبب الزنب أن أعملته مثلا وأنا معرفش ولو بسبب الزنب إزاي توب منه بصوا سيدة تؤى الله سبحانه وتعالى كريم لطيف عزيز بيده مقادير الأمور وبيده كل شيء فعلى كل إنسان أن يكتهد قد يكون هذا نعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلاء نعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لتكون عبرة وعظة للناس أتصبرين أم تجذعين أتصبري أم لا أتصبر وتحتسب وتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى أم تجذعي بفضل الله سبحانه وتعالى وبأمر الله وتعترض على أمر الله لكن أنت تخيالي أن جميع الأنبياء قد أصيبوا بابتلاءات كثيرة لكن هذه الابتلاءات لم تقف حجر عصره أمامهم في أن يتقدموا أو أن يقدموا لأنفسهم أو أن يبنوا لهم ولمجتمعهم حضارة وقيم وأخلاقيات وأسس وقواعد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ويبتل المرء على قدر دينه يبتل المرء على قدر دينه والله سبحانه وتعالى حينما يبتل الإنسان يريد أن يكون هذا العبد ملتجئا إليه متوسلا به متوكلا عليه معتمدا عليه أما أن يكون الإنسان يعيش في هذه الدنيا بلا هدف وبلا جدوى فهذا أمر مرفوض وربما يكون هذا بسبب الذنب الذنب الذي اكترفته وكلنا ذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وبالتالي الإنسان إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة ويوسع عليه ومن تاب شوف الكرآن الكريم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الله وسيتم حسنات وكان الله غفور رحيمة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب ومن تاب وعمل صالحا فالتوبة من الذنب أو من الإثم الذي اكترفته أو من المعصية ده أمر واجب وأمر فرض على كل إنسان أن يتوب من المعصية وأن يرجع ويندم على ما فعل ويقدم الندم بين يديه لله رب العالمين على ما فعل وأذنب لكن الزكي الفطن هو الذي يستسمر ما بقي من الوقت ولا يضيعه وإنما يلتج إلى مولاه ويلجأ إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك انتبه ثم بعد ذلك يعمل يكتهد يجد ويترك النتيجة على مسبب الأسباب عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم بيان لنا أن الذنوب حقيقة الذنوب تحجب الرزق كثرة الذنوب كما جاء في الحديث الصحيح تحجب الرزق لكن إن تاب الإنسان وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى الله يقبل هذا ويفتح عليه بدليل كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا لربكم وأسلموا له يعني توبوا إلى ربكم إرجعوا إلى ربكم عودوا إلى رجدكم عودوا إلى المولى عز وجل فيا أستاذة أه يجب عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعي الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة وبصفاته العلى وتدعي الحق سبحانه وتعالى بحب الأسماء إليه والله قال ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فدائما وأبدا قولي يا لطيف قولي يا كريم قولي يا رحيم إذا الحق سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه عليك باللطيفية يا لطيف يا الله يا واسع يا كريم يا عفو يا غفور كل هذه الأسماء وغيرها لابد لكل إنسان أن يلتجئ بها إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الحق سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذه الغمة اللهم أمين يا رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم سنأبي تقول يا مولانا هل يجب القيام في أول ركعة من السنن إذا كنت أريد أن أوديها وأنا جالسة أم أجلس من أول ركعة إلى آخرها أقول يا أستاذ سناء إذا كان الإنسان لابد أن نفرق بين أمرين بين الفرائض وبين السنن في الفرائض لا يجوز لأن القيام من شرطة صحة الصلاة القدرة على القيام فالإنسان لابد أن يكون لديه قدرة على القيام في الصلاة طب يا مولانا لو إنسان مريض يعمل إيه والله لو إنسان مريض مثلا لديه عذر في مثلا نقول في فقرة الظهر ولديه تعب في ظهره ولا يستطيع الإنحناء للركوع أو للسجود لكن يستطيع أن يقف في تكبيرة الإحرام الأولى عليه أن يقف ثم بعد ذلك يجلس ويتم الصلاة بعد ذلك ولا شيء عليه أما في السنن يجوز للإنسان أن يجلس ويصلي هذه السنن تبقه الحكمة حتى يتذكر الإنسان فيما بعد إن يعني أخذه السن وكبر به السن يتذكر فضل الحق سبحانه وتعالى عليه يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعطاء الله سبحانه وتعالى له وقت يعني الصبا وفي ريعان شبابه ولكن لما أخذه السن وكبر أصبح يصلي يعني قاعدا وبالتالي في السنن يجوز أما في الفرائض لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوسع علينا وتقبل منا الصلاة اللهم أمين يا رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم الأستاذ ابتال بتقول يا مولانا إن ولدها توفاغ الله سبحانه وتعالى وهي بتزور القبر كل أول شهر هجري وبتطلع فلوس في حكم الدين في زيارة السيدات للقبور قلنا قبل ذلك مرارا وتكرار يا سيدنا يا أيها الأخوات الفضليات النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح قال في حديث صحيح كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه فإنها تذكركم بالآخرة فإنها تذكركم بالآخرة فزيارة القبور هي من باب التذكرة بالآخرة لما الواحد يخش القبور قال لبالكم المقابر ينظر لك آه دا دعمك فلان دا رجل كان مستاذ في الجامعة دا فلان دا كان العمدة دا فلان دا كان عنده خمسين فدان فلان دا ما كان شعلته فلان دا كان رجل صالح فلان دا كان رجل طالح فلان كان كذا كل دول متوين مع بعض كل دول موجودين في هذه المقابر فالواحد يتذكر أنه مهما وصل في الدنيا ومهما أعطاه الله من مال أو من قوة أو من صحة أو من أولاد أو من منصب أو من غير ذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور يعلم بأن هذا كل هذا ذاهب وزائل طب إيه الباقي الباقي هو ما أعده الإنسان لنفسه واتخذ من دنياه لأخراه واتخذ من دنياه لأخراه وعامل لما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وبالتالي على كل إنسان أن يكون لديه عقيدة راسخة في ذهابه للمقابر سواء كانت هذه الزيارة من السيدات أو من الرجال والسيدات يعلم علم اليقين بأن هذه الزيارة إنما هي تذكرة بالآخرة ولي في فناء الخلق أعظم عبرة لمن كان في فهم الحقيقة راقي شخوص أبصار تمر وتنتهي ويبقى المهي من باقي ويبقى المهي منه باقي طيب يا مولانا أمال إيه حديث لعن الله زوارات الكبور ده حديث صحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لعن الله زوارات الكبور الفعل هنا فيه صفة مبلغة يعني اللي على طول باستمرار نقدر نقول كل مثلا اتنين وخميس كل يوم راحة تزور راحة تزور كل يوم راحة تزور ده لا صح عرضة للفتن عرضة المشاكل عرضة الابتلاءات عرضة الكذا عرضة الكيل والقال إلى غير ذلك من هذه الأمور وبالتالي يعني لا تهتم لبأولاد ولا بزوج ولا ببيت ولا بأسرة ولا بإن كانت لديها مثلا يعني مواشي أو غير ذلك لا تهتم بأي حاجة أو حيوانات أو غير ذلك أو دواب أو غير ذلك لا تهتم بأي حاجة إنما هي على الفو راحة على طوله جاي ده منفعش ده المقصود من حيث سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم إنما الغرض من الزيارة للتذكرة تذكرة بالآخرة أو الله دعمك الحق فلان دخلتك الحق فلان ده فلان مش عارف أدف فلان ودف فلان ودف فلان يبقى الإنسان يعلم إن الدنيا فنية زائلة إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صانع الأعمال فيها سفنة هي دي جعلوها لجة واتخذوا صانع الأعمال فيها سفنة وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعه هل راحة منها بغير الطيب والكفني هل راحة منها بغير القتن والكفني بس ده للإنسان بيقضوا معاه فيا أستاذة ابتهال زوري ما فيش فيها مشكلة القضاء بتقول أنا بطلع فلوس أو غير لا أعمل صدقة جارية صدقة جارية يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عملوها عن الدنيا إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له طب يا مولانا أنا معاه مثلا فلوس بطلعها طب بطلع الفلوس دعو برعا مثلا هل هي مبالغ بطلعيها للفقراء والمساكين أو بتطلعيها على مثلا تعطيفي تكفولي يتيم أو أن أنت تجاوزي يتامة أو تساعدي غريمات أو تفرجي كروب وهموم ده ما فيش في مشكلة بنيت الصدقة كل هذا جائس كل عمل يوهبوا للميت يصلوا يقينا بغير خلاف إلا الصلاة دي الوحيدة لما توصلش قولا واحدا كده أما لو كان الإنسان بيروح بقى في الكبور ويقعد بقى عشان يعني يتمنظر أو يقعد بقى عشان خاطر يكون لديه كبر أو غرور أو غير ذلك هذا لا يصح ولا جوز مطلقا قولا واحدا إنما من باب التذكرة والإتعاظ لا شيء في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم سيد اسماعيل بيقول يا مولانا إن هو كان بيمر بضائقة مالية شديدة جدا واضطر أن يختلص ولا حول ولا قوة إلا بالله واضطر أن يختلص من مال الشركة اللي هو شغال فيها بس بعد كده تاب ولكن مش معاه يرد المبلغ يعمل أولا يا سيد اسماعيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وعلينا اللهم أمين يا رب العالمين قلنا أن باب التوبة مفتوحة لا يغلق باب التوبة مفتوح لا يغلق وعلى كل إنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يغرغ الإنسان أو تطلع الشمس المغربة دي الحالتين المعرفين لكن على كل إنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مهما أذنب ومهما قدم ومهما فعل يتوب ويرجع إلى الله عز وجل قال لبقى من النقطة دي تتوب ربنا سبحانه وتعالى وترجع وتندم على ما فعل طب المال دا مولانا أعمل فيه أنا أخذت مثلا عشرين ألف جنيه من الشركة دي طب أعمل إيه أنا معيش فلس لن أرجح لابد عندك حالتين اتنين إما أن حضرتك ترجع الفلس دي وأنت في هذه الدنيا قبل أن تقضى منك في الآخرة في عرفات الله على رؤوس الأشهاد تدفع الفلوس وتدفع الفلوس مش تدفع فلوس هناك تدفع حسنات وتصبح مفلس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا وإما أن تذهب إلى صاحب الشركة إن كانت شركة خاصة لأنها نفرق بين الشركة الخاصة والشركة العامة والشركة الحكومية إذا كانت الشركة دي شركة خاصة يعني بتاع واحد عملها ولا بنيها ولا بيتاجر كيفما يتاجر لابد أن تذهب إليه وتقوله والله حصل كذا 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 تحكي له إن سامحك وعفى عنك فهذا أمر عظي فمن عفى وأصلحه فأجره على الله طب إن طلب منك المال في هذه الدنيا لابد أن تعطيه ليه؟ لأن حقوق العباد مبنية على المشححة وحقوق رب العباد مبنية على المسامحة على طول حقوق العباد مبنية على المشححة حقوق رب العباد مبنية على المسامحة الله سبحانه وتعالى يقبل الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ده كرم ربنا سبحانه وتعالى كريم كريم الله سبحانه وتعالى كريم كرمه وعطاؤه لا ينفد أبداً وفضله إنما الإنسان شحيح ولك أنا عاوز حقه وده حقه فيا أستاذنا الكريم أستاذ إسماعيل لابد أن ترد المال ده لصحبه إن كانت شركة خاصة طيب شركة عامة وشركة حكومية مولانا لابد أن ترد هذا المال لأنه مال مال الدولة لابد أن ترد هذا المال مرة ثانية وإلا تكون مختصب لهذا المال وأخذت حق مش حقك وسوف يعني يأخذون الناس منك حسنات وحقهم يوم القيامة وهنا أقول فواصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله وعندنا من ذلك الفاصل رب أزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين الحمد لله عدنا من جديد لنجيب على هذه الأسئلة الباقية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا للفتح اللهم أمين يا رب العالمين أستاذ النالة بتقول يا مولانا إنها أرملة عندها طفلين وتصرف عليهم من خلال معاش جزها ومعندهاش أي مصدر يعني داخل تاني وفيه شخص بتقدم لها وياموافقة لكن ظروف المالية صعبة ومش هيقدر يصرف عليهم وعرض عليهم أن يتجوزها عرفي عشان المعاش هل هذا يجوز أنا أريد أن أنبه على شيء وأنوح على شيء الحلال بيّن والحرام بيّن قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لما نسير وراء المحرمات لما نلهث وراء ما أحرمه الله سبحانه وتعالى لما نريد أن نأكل الحرام لما نريد أن نملأ البطون بأموال سحة وحرام حضرتك بتقولي يا أستاذ نادا عندك طفلين بتصرف عليهم من خلال المعاش دي شيء جميل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضرتك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك عطاء يعني يستعجب منه الكبير والصغير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليك من فضله اللهم أمين يا رب العالمين للساعي على الأتامة والأرامي والمساكين كالمجاهد في سبيل الله كالقائم اللي سواء كان هذا الذي يسعى رجل أو امرأة الله كريم ولطيف طب هو حالته مش هيدره هو تقدم إليك ما فيش مشكلة لك تتجوزي لكن القضاء في حاجة هو حالته المالية صعبة طب ليه طب ما أستنى لم ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقني بواحد صالح كويس جميل يعني مؤدب أخلاقه ذو دين أهم حاجة يكون عنده دين وبعد يقدر يحفظ على أولادي ويحميهم وتجوزوا اللي يدلس في الأول يدلس في الآخر خلي بالك من نقطة دي اللي يدلس في الأول ويعرض عليك أن نحن نتجوز عرف عشان معاش ما نقطعش هو بعض يعني العلماء أجازوا ذلك بعض العلماء عشان يكون أمين يعني في النقل أجازوا ذلك لكن نتجوز حلال ما فيش أي مشكلة لكن دمال دولة هذا المعاش دمال دولة وفي قوانين منظمة لهذا المال قوانين منظمة لهذا المال والشريعة الإسلامية تبين لنا أنه لا يجوز لإنسان أن يأكل السحط القرآن أعاب على ذلك وقالوا أكلهم السحط وبالتالي على كل إنسان وسيدنا النبي يقول كل جسم النبتة من حرام فالنار أولى به كل جسم النبتة من سحط فالنار أولى به طب أنا أعمل إيه يا مولانا؟ أنا أتجوز في النور أنا معرفش إلا النور الظلمة معرفهاش التدليس في البداية والله التدليس في البداية هو تدليس في النهاية هتتجوزوا عرفي وبعد كده عرفي يقول لك أمولانا معرفشار وكل حاجة لك أمستستجله طب لو طلقك ملكيش حقوق ملكيش عنده حقوق ويبدأ يأخذ منك المعاش ويبدأ يهددك زي ما بيجينا مشاكل كتير يهددها النيام تجوزة هرفع عليك قضية فينقطع عنك المعاش ويبدأ نخش في مشاكل وربما والله تحدث جرائم قتل بسبب هذا طب ليه؟ أنا أمشي في النور الله وليه الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور أنا ليه مصر أن أنا أمشي في الظلمة ليه مصر أن أنا أمشي يعني في طريق مظلم في طريق محرم هيأخذ المال ولا هيصرف على الأولاد ولا هيرعيك ولا هيخل بولم الأولاد ولا هيعمل أي حاجة هو لقى فيه فلوس بلقى يجمعاش ومش كلام من ده ولك خلاص هي فرصة بالمعنى كده سبوبة هذا لا يصح ولا يجوز يا أستاذ ندا والله تعالى أعلى وأعلم أستاذ أسماء بتقول لي مولانا أن جزها عاق لأهلي وهم مظفهم صعبة وهي بتدهم وبتسأل عليهم من وراء جزها يعني وبتأخذ جزء من المصاري في البيت وتده لهم فهل ده ينفع ولا لا أولا أنا بوجه لحضرتك أستاذ أسماء رسالة شكر واحترام وتقدير وأقول لهذا هذا يعني الابن العاق والله وتالله وبالله كلام من القلب يا ليتك تسمعه ويا ليت كل من يسمعني الآن من هو على مثل هذه الشاكلة أن ينتبه جيدا والله وتالله وبالله لن تنال فلاحا في الدنيا ولا سعة في الدنيا ولا رزقا في الدنيا طيبة ولا راحة للبال ولا رضا إلا بطاعة الواردين الله سبحانه وتعالى في الآية يؤكد تأكيدا إلهي يبدأ بالتوحيد للرب العلي ثم بعد ذلك يثني ببر الواردين كل الآيات لقى فيها التوحيد وبر الواردين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا التوحيد وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف مش في درم سنين مش في ملجأ أيتام مش في حديقة أو غير ذلك مش في الشارع مش في الإسم سيدنا نبي يقول كل ذنب يؤخره الله سبحانه وتعالى العبد يوم القيامة إلا العقوق فإنه يعجله صاحبه في الدنيا لك أن تتخيل هذا العبد الصالح شريح الذي كان يصلي ويتعبد وأمه تنادي عليه فيقول اللهم أمي وصلاة أمي وصلاة فشريح أخذ يصلي ولم يلتفت فدعت عليه أمه فقالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات وبالتالي قبل أن يموت جاءت امرأة إلى راعي فوقع الرائع عليها فحملت منه سفاحا وزن فأتت به فالقوم سألوها ابن من هذا قالت له ابن هذا الرجل الصالح اللي في الصومعة فأخذوا فؤوسهم وهدموا الصومعة عليه انظروا إلى هذا هو رجل الراهب فأشار إلى الولد فنطق الولد بقدرة الله ابن من أنت ابن من أنت فقال أنا ابن الراعي فقال أنا ابن الراعي يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكصة فيقول رحم الله أخي رحمه فقد كان عابدا وليس عارما لأنه لو كان علم أن إجابته لدعوة أمه أولى من صلاته النفلة قضية قطيرة أوس بن عائد القرني قبيلة مراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من لقي منكم أويس فليسأله الدعاء أو أن يشفع له سيدنا الإمام عمر رضي الله عنه وارضاه الخليفة الثاني للرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النبي كان في من كان قبلكم محدثون أي ملهمون فإن كان في أمتي فعمر سيدنا الإمام عمر رضي الله عنه وارضاه يذهب في الحجاز يسأل عن أوس بن عائد القرن من قبيلة مراد يسأل عليه أفيكم أوس أفيكم أوس أفيكم أوس قالوا له لا وما قصة أوس وأعطاهم النبي وصفات أوس كان به برس فشف يمنه إلا موضع درهم ووظيفة أنه كان بارا بأمه هي هذه القضية بارا بأمه بارا بأمه ويذهب إليه الإمام عمر سيدنا الإمام عمر يقول له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لقي منكم أويس فليسأله الدعاء أنت حضرتك عاق حضرتك اللي بتأمه بيه شيء جميل وطيب جدا جدا شيء عظيم الله سبحانه وتعالى أني بارك فيك وفي أولادك وفي الزرية اللهم أميني رب العالمين وأني وسع عليك اللهم أميني رب العالمين لكن هذا الزوج هو عاق الله سبحانه وتعالى سيحاسبه حسابا عسيرا على هذا العقوق ثلاثة لا ترد دعواهم دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ثلاثة لا ترد دعواهم كما أخرج المبتر الميذي ذلك ثلاثة لا ترد دعوهم أبدا أو دعوتهم أبدا دعوة المظلوم ودعوة المسافر و دعوة الوالد على ولده لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مكذب بقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي يقول لا يدخل الجنة عاق يحرم من الجنة مهما فعله و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك الحالة الوحيدة هي بس و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما مش كلمة فلا تطعهما هنا معنى أننا أضربهم و اشتمهم و كلام من ده زي ما الناس بتأمن لا ده مشروطه قال لك فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروف يعني فلا تطعهما في هذا الأمر في هذا الفعل لكن و صاحبهما في الدنيا معروف و اتبع سبيل من أناب إليه ثم لا يمرجعك وبالتالي على كل إنسان أن يحافظ و أن يسعى جاهدا في بره لوالديه و اللي حضرتك بتأمي بي يا أستاذ أسماء يعني أمر عظيم جدا جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك في حضرتك و في أولادك اللهم أمين رب العالمين و أن يخلفوا عليك بصحة و بعافية اللهم أمين يا رب العالمين و اصبي على هذا و انصحي جوزك أنه يعود كثير لا تكلي ولا تملي من هذا الأمر انصحيه أنه يرجع مرارا و تقرارا إلى حضن أبيه و أمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره و اللهم أمين يا رب العالمين السيد زرانيا بتقول يا مولانا أنها سمت بنتها إلين و بعدين سمت أنه في أسماء حرام أنه في أسماء حرام و في أسماء حلال فهل هذا صحيح ولا لا و هل هذا الاسم صحيح ولا لا كلمة إلين هو هذا الاسم في معاجم اللغة ليس اسماً عربي وإنما اسماً أعجمي ماشي و كلمة إلين جاء تدل على الضوء شدة الضوء أو بريك الشمس يعني في اللغة الإنجليزية تقولك بريك الشمس فإلين ده يدل على بريك الشمس أو يدل على الضوء و الجمال و بالتالي حكم هذا هذا الاسم يعني هناك من الأسماء ما هو أفضل فاطمة عائشة أسماء كثيرة جداً ليتسع المجال لذكرها لكن إذا كان الاسم ليس فيه تشبهاً أو ليس الاسم يعني متصفاً بشيء حرام هذا الاسم لم يكن لحاجة معينة حرام لا شيء فيه فكلمة إلين تدل على بريك الشمس أو الضوء فحينما أطلق هذا الاسم فكأني أدخل الفرح والسرور على البنت بأنها تشبه ضوء الشمس أو بريك الشمس و بالتالي لا شيء في هذا لكن الأفضل عندي أن هناك أسماء يعني لابد لكل إنسان أن يختارها بالنسبة للذكر و بالنسبة للأنسة بالنسبة للذكر خير أسماء محبدة و عبد و في الأسماء يعني ما يسمي أسماء كثيرة في البنات مريم و لا فاطمة و لا عائشة و لا يعني زينب إلى غير ذلك و أم كلثوم أو غير ذلك من أسماء الطيبة و من أسماء بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكن على كل حال الإسم صحيح يا أستاذ رنى و الله تعالى أعلى وأعلم محمد يقول يا مولانا أنه لقى مبلغ من المال في الشارع و حاول أنه يصل إلى صاحبه لكن ما أعرف شيء فأبرع بجزء من الفلوس و أخذت جزء إيه حكم الدين في هذه الحالة حكم اللقطة في الدين لابد أن يعرف بها الإنسان في المكان يعني مثلا أنا في قرية خليني مثلا على سبيل المثال أضروا مثلا علي أنا في قريتي كرة 200 رخي مركزية غربية لقيت مثلا و ليكن مبلغ من الف جني و الألفين جني لابد أن أعرف أو يعني أبين في قريتي أن أنا لقيت مبلغ من المال من يأتي بأوصافه الصحيحة ليست الزائفة بأوصافه الصحيحة و بعدده و كم هو هذا المبلغ يأخذه إن لم يأتي إلي بهذه الأوصاف الصحيحة و بالعدد و بالمواصفات الصحيحة لا أعطيه هذا المال لابد أن أعرف في المكان اللي أنا فيه لمدة سنة طب بعد السنة مولانا أعمل أنا هوات بقولك بعد السنة معايا مثلا مبلغ الألفين جنيه و تكلمت تلات تلف جنيه دول من إيه شو حد أخذهم عندي حالتين إما أن أنا أتبرع بيهم بنية صاحبهم بنية صاحب هذا المال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني أجر مثل صاحب هذا المال أن أنا أتبرع بهذا المال بنية صاحبه فهو يأخذ إن شاء الله الأجر وأنا أأخذ الأجر أداله على الخيري كفاعلي أو أننا أعطي جزء يعني أننا أتبرع به جزء وأأخذ جزء لكن لو مرت السنة مولانا وبعد فترة من السنة جي واحد قال لي والله يا مولانا في مبلغ أنت كنت قلت زمان أنك لقيته المبلغ ده مثلا عبارة وليكن عن تلات تلاف جنيه كان موصفتهم مثلا ألفين جنيه متنات وخمسمية ميات وخمسمية تنين خمسينات على كذا على كذا دي بيجاب الموصفات صحيحة يبقى أنا لابد أن أعطيه هذا المال لكن على كل حال بعد مرور السنة أنك تعرف في المكان يا أستاذ محمد أنت لقيته تعرف في هذا المكان لمدة سنة بعد السنة أنت حر والأمر مطرق لك والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أستاذ حنان بتقول يا مولانا أن ابنها مريض أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفى وشفى عجل الله ومحتاج عملية والناس نصعوها تاخد قرض ونعم النصيحة والله المستشار مؤتمن ما مرتش عليهم دي والناس نصعوها أنها تاخد قرض عشان تقدر تعملوا العملية فهل هذا حرام أم حلال مما عمت به البلوى في هذه الأيام أن الناس تريد أن تتربح تتربح الناس دون تعب نوعناء مش هتفرق معهم من حلال من حرام مش فرق هو أهم حاجة عنده أن يكون معه ماني بيزنس فلوس إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز هو دعوز كده جمع من حلال من حرام ما نجدعه قولك دخل الحرام على الحلال اللي أكثره باقي الحرام وذهب الحلال فبعثره دخل الحرام على الحلال wali أكثره باقي الحرام أعدك في البيت وذهب الحلال فبعثره طبعا القرض الحرام لا يجوز توجه به إلى يعني مثلا أصحاب القلوب الطيبة أصحاب المساعدات إلى بيت الزكاة المال إلى يعني في القرية أو المكان اللي انت فيه أو في الحيز العمر اللي انت فيه ما فيش حد عنده يعني تقوى وإخلاص ودين إنه عن شاف الحالة دي إن كانت صحيحة وسليمة والأوراق سليمة وهو في المشتشفى والله إذا فيه أحكي لكم قصة واحد حكى لي والله عظيم بولي يا مولانا واحد برضو قال أنا في المستشفى ويمين وشمال وعملية وهو أعمل عملية والمهم كبر الدور إنه يموت لما أعملش العمل دي العمل دي كان بكام؟ بحول عشر تلاف جنيه فواحد من أهل الخير شوف بس عرفكم الناس بتتحيل إزاي وبتنصب إزاي فواحد من أهل الخير قال له هنتفع لك الفلوس المهم قال هتروح يمتهى روح لعملية بكرة إن شاء الله قال له ماشي فراح الرجل بطيب خاطر أم دفع الفلوس وخب بعضه ومشي دفع الفلوس وخب بعضه ومشي جزاه الله خير هو سيؤجر على هذا لكن ننظر إلى الفعل الآتي الذي قال أنا سداخل لأعمل عملية أو ذهب الآن لكي يعني يحدث لي عملية ما كان من هذا الرجل إلا أن قال لا مش عمل عملية وده ورح خالي الفلوس مرة تانية وهو مش عمل عملية أصلا لكن نصب نصبايا وقال له أنا مش عمل عملية ولا أي حاجة وكلام من ده وخب أخذ الفلوس من الراجل والله سبحانه ربي العظيم والله هذا حصل بالفعل وسبحانه ربي يعني أصيب بهذا المرض الذي تدعى بك والدعاه أصيب بهذا المرض ولكن ننظر لم يقف بجواره أحد النتيجة باع كل اللي حلته حتى عفش بيته باعه ربنا سبحانه وتعالى ستير لا يفضح من أول مرة أنا قلت كده قلت له والله كده قلت له الله سبحانه وتعالى ستير لا يفضح من أول مرة لا عشاه الله كريم هو ستير فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصياني لكنه يلقي عليه سطره فهو ستير صاحب الغفران الله كريم لكن دي هتلاقي التعود عليها كتير جدا جدا وشف وإذا كما بناء بناء ناس طيبة إنما أصحاب الكلوب حينما يعني يأتون إلينا ويسألنا في هذه المسائل أقول له أما يخش العملية جوة يدفع عليش لابد يعني إن أنا أتيقن لأن سأسأل عن هذا المال ثم سأسألهم إذن عن النعيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزل قدم عبد حتى يصل على أربع عن عمره فيما أفنى وعن عمله فيما بلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أنت ليه ما تبينتش ليه ما أخدتش الحيطة طوال حذر الحيطة طوال حذر ليه ما لم تتواخن حذر في هذا الأمر أمور كثيرة جدا 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 لابد أن نحن نتبق إليه مسهلة وبالتالي القرد يا أستاذ حنان لا يصح ولا يجوز توجهي إلى أصحاب القلوب الطيبة أو إلى أصحاب القلوب الخيرية لكن القرد لو كان خلي بالك من نقطة لو كان القرد قرد حسن ما فيش فيه زيادة ده مية مية ده صحيح ده صح ده حلال هو ده الحلال بعينه قرد حسن بدون مقابل أو بدون زيادة لا خلافة عليه إنما ناخد واحد من 11 ألف جنيه ورجحهم 25 ألف جنيه أو رجحهم مثلا 12 ألف جنيه هذا محرم وهذا باطل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى أستاذ أمنية بتقول يا مولانا في آخر سؤال معنا بتقول يا مولانا إنه حصل بينها وبين أهل جزها خلاف ونتيجة الخلاف ده جزها منحة من زيارة أهلها لكنها بتروح من وراء فهل ده حرام ولا حلال أولا من المتفق عليه في الشريعة الإسلامية من المتفق عليه في الشريعة الإسلامية أن الرجل وأن المرأة لها عند الرجل حق المتعة حق العشرة حق المتعة وحق العشرة ويجب على المرأة أن تطيع الرجل إلا إذا أمرها بمعصية الله هنا لا طاعة لا مخلوق في معصية الخالق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام وكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في كثير من المواضع وفي كثير من الأحاديث النبوية الشريفة أن طاعة الزوج مقدمة كما جاء من حديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وبيّنه لنا من وسلم الأمم من عائشة أو كما جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساته سيئة عشرة كله يا رسول الله يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن الطاعة قال المرأة على زوجها أو المرأة أحق الناس بالطاعة الزوج على المرأة أن المرأة تطيع زوجها أن المرأة تطيع الزوج ثم أي قال الأم يعني أن يطيع الرجل أمه وأن يحافظ على هذه الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وبالتالي العرف هنا يتدخل العرف يتدخل بمعنى أن الإنسان لابد أنه يكون لديه رحمة يكون لديه رحمة كبيرة جدا 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 إيه الرحمة دي يا مولانا الرحمة إن أنا مأزيش حد وإن أنا لأمنع الزوج أن هي تزور إن هي تزور إيه أهلها لأن إننا نمنع الزوج أن نزور أهلها لا يصح وإن كانت طاعته مقدمة طب لو هي امتنعت الزوج عن أداء الحقوق تعتبر ناشد كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية وإن خفتم شكاك بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله إن يريد إصلاحا والتي تخافونا نشوزهن فعيضهن أبله في الآل أبله والتي تخافونا نشوزهن فعيضوهن فعيضوهن وهشهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علينا كبير وإن خفتم شكاك بينهما لكن لا يصح بأي حال من الأحوال للزوج إنه يمنع الزوجة من أهلها إلا في حالة واحدة إلا إذا كانت هذه الزيارة تؤدي إلى فزاد هذه الأسرة ومش معنى أن هي إنها تزور أهلها أو تصل الود بينها وبين أهلها إنها راحها جاية كل يوم لا يكفي في ذلك الاتصال يعني إيه إنها هي تتصل بابهم بأهلها يكفي الاتصال وإن ذهبت يعني كل حين حسب المدة الذي هو يحددها أو هو كما هو معروف لا شيء في ذلك لكن لا يمنعه ما ينفعش إنه يمنعها لا يصح إلا إذا كانت هذه الزيارة أو هؤلاء الأهل يعني يفسدون الحياة فضرء مفاسد مقدم على قلب المصالح فيكتفى بالاتصال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم هنا أقول الله مجعل مصر ولد السلم والسلام والأمن والأمان ورضى الاستقرار اللهم من أن نسألك ربنا أن تحمي جبابها وأبنائها ونسائها وجيشها وشعبها وأمنها وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرمه لا والذي خلق الأقوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم والسلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة